نعم بالفعل عملية خاطفة لجيش الاحتلال الاسرائيلي بدأت بتسلل وحدات خاصة اسرائيلية على اطراف المخيم الشرقية تحديدا فيما يعرف بخلة الصوحة جيش الاحتلال الاسرائيلي وعبر مركبة ثقيلة تسللت بها الوحدات الخاصة حاصرت احدى البنايات السكنية وفور اكتشاف القوة وفق بيان لكتيبة جنين سرايا القدس وكتائب الاقصى وكتائب القسام فان القوة تعرضت لواب الكتيف من اطلاق النيران دفع خلالها جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية من المحور الشمالي للمدينة تحديدا من محور حاجز الجلمة وصلت التعزيزات وفرضت طوقا امنيا الى حين انتهاء العملية والتي اصرت بطبيعة الحال عن اعتقال احد الفلسطينيين لاحقا بعد اعتقاله لقرابة النصف الساعة قام جيش الاحتلال الاسرائيلي بالافراج عنه تقول الاضرع العسكرية ان ما حدث هو محاولة تمويه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي وان المحاولة كانت تتركز للتسلل من المحور الشرقي للمخيم باتجاه عمق المخيم ولكن اكتشاف القوة دفع جيش الاحتلال الاسرائيلي للجوء الاعتقال احد الشبان الفلسطينيين ولاحقا بالافراج عنهم طبعا خلال هذا الاقتحام اندلعت اشتباكات مسلحة وتمكنت الاضرع العسكرية من تفجير عدد من العبوات الناسفة اصيب شابان فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي احدهما اصيب بالرأس وجراحه وصفت بالخطرة يقول الدكتور وسام باكر مدير مستشفى جينين للغد بان التواقم الطبية قامت بنقل المصاب الى مستشفى ابن سينة نظرا لحالته الحرجة اذ استقرت الرصاصة في الرأس ويعاني نزيف حاد ويعني تصارع التواقم الطبية الجهود لمحاولات انقاذ طوال الساعات الماضية الحدث الاخر الذي ارتبط في مدن شمال الضفة الغربية وهو انطلاق جنازة تشريع الشهيد بشار نهاد حنني من مستشفى رفيديا بمدينة نابلس باتجاه مسقط رأسه ببلدة بيت فوريك الى الشرق من المدينة عقب استشهاده متأثرا باصابته الحرجة في بلدة بيت فوريك في ظل اقتحام مستمر ومتتالي تشهده البلدة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي بالاضافة لاعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد مسن فلسطيني اصيب بجراح قبل خمسة اشهر بمحيط مخيم نور شمس شرق المدينة وستجري مراسم التشجيع خلال ساعات ما قبل مساء هذا اليوم في مخيم نور شمس بالتالي نتحدث عن قرابة 414 شهيدا منذ السابع من اكتوبر في ظل استمرار عمليات الاقتحام التي يشنها جيش الاحتلال الاسرائيلي 15 فلسطينيا في حملة اعتقالات واسعة شنها جيش الاحتلال الاسرائيلي بمناطق الضفة الغربية تركزت على الاقل في اقصى مناطق جنوب الضفة الغربية تحديدا بمدينة القليل وفق نادي الاسير الفلسطيني فان اعداد المعتقلين بلغت اكثر من 7300 حالة اعتقال بالاضافة طبعا لاعلان نادي الاسير عن استشهاد الاسير عاصف الرفاعي وهو احد الاسرى المرضى داخل سجون الاحتلال مصاب بالسرطان تقول احصائيات نادي الاسير الفلسطيني بان 24 فلسطينيا ممن هم مصابون طبعا بامراض السرطان والامرام المختلفة الاصناف والانواع يواصلون داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي في ظل سياسة اهمال طبي متعمد من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي وما زاد الطين بلا كل الاجراءات والقرارات الامنية الاسرائيلية بعد احداث السابع من اكتوبر التي تستهدف الحركة الاسيرة داخل سجون الاحتلال خالد بدير مراسل الغد كنت معنا من داخل مخيم دينين شكرا لك